نعم بسألك دلوقتي أيهما استمتعت بالفترة معي أكتر المصري ولا الزبارك؟ استمتعي؟ لا بالكورة بقى بالصراحة استمتعت هكين ليك شرف أن تلاقي بين المصري و الزبارك أنا متفاهم ده لا المصري كنت حاجة تانية هناك فرصين لأنه كنت بنلعب بطريقة 3-5-2 3-5-2 كنت بتلعب منتوان أنا كنت مميز في المنتوان قوي فمثلا المدرب يقول لي إلعب مع كذا؟ إلعب مع كذا خلاص ده بقى يعيب ده يوم السود خلاص خلص الموضوع يوم السود عليها اه ساعته أنا في المصري لما جنات زمالك ممكن الطريقة العبمة في أول سنة كويس جدا وتاني سنة كويس جدا خدنا لكاس ساعتها بالطريقة دي بعد كده بدأت تتغير بقى الطريقة شوية 4-4-2 ما عادش بقى عندك بقى واحد وراك مثلا لأ الوقت انت لسه بتتعود على الطريقة الجديدة وكده واحد قدام واحد وراه كده كنت ماشى فيها كويس برضو لغاية لما الزمالك جدتلي و تمام بس هي جيت اللقطة بتاعت المطش الأهلي والزمالك سبحان الله مطش واحد طيب مين أكتر مدرب مبسط بالشغل معاه في الزمالك؟ هنري ميشيل والكابتر حسوه حسن هنري ميشيل والكابتر حسن حسن مين أكتر مدرب ما كنتش مستمتها معاي طريقته وخطته وشغله ما كانوش ركبين معاك ديكاستال ده كان مشكلة كبيرة ده كان مشكلة على الفرقة كلها مش علي كده اخدنا في المركز السادس وده كانت أول مرة في الخامس سنين حيبين نفس على الدوري يعني قد ثلاث سنين منهم بدنافس ديكاستال كانت سنة صعبة خدنا السادس طيب